إلغاء اتفاقية شراء شركة تويتر الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار والتي توصل إليها مع إيلون ماسك مع الشركة في إيبريل الماضي السبب الذي يروج له فريق ماسك هو تقاعص تويتر عن تسليم بيانات كافية حول الحسابات الوهبية والرسائل غير المرغوب فيها على المنصة وبعد 24 ساعة من الإعلام ظهر ماسك في مؤتمر سنفالي التجمع السنوي لعمالقة التكنولوجيا وتجاهل مناقشة فشل الصفقة لكنه تحدث عن قضايا أخرى مثل إيجابيات الزيادة السكانية إنشاء حضارة على المريخ تويتر أعلن التزامه بإتمام الصفقة ورفع دعوة قضائية ليبدأ فصل جديد في دراما الاستحواذ على منصة التغريدات لكن هناك نظرية أخرى تطرح ماذا لو كانت كل تلك الصفقة خدعة لهدف آخر بتابع مع علاء لديه تفاصيل بدأت أزمة إيلين ماسك مع تويتر بعد أقل من شهر على إعلان صفقة الاستحواذ كتب ماسك في تغريدة أن الصفقة موقوفة بشكل مؤقت حتى يقدم تويتر ما يدعم أن الحسابات المزيفة عبر المنصة أقل من 5% من إجمالي المستخدمين يجادل الملياردير الأمريكي أن العدد الفعلي للحسابات الوهمية ربما يتجاوز 20% بعد أيام رد براغ أغروال المدير التنفيذي لتويتر عبر سلسلة تغريدات شارح فيها وسائل المنصة لمكافحة الحسابات الوهمية والرسائل غير المرغوبة ليرد ماسك برمز تعبيري غير لائق ساخرا من هذا الطرح وفي يونيو هدد ماسك مجددا بالتراجع عن شراء المنصة وقال إن تويتر يحبط حقوقه في الحصول على المعلومات حول الحسابات المزيفة وأن نقص تلك البيانات يمنحه الحق في عدم إتمام الصفقة وأخيرا نفد ماسك تهديده وتراجع رسميا عن إتمام الصفقة الرأي الأكثر تداولا هو أن الحسابات الوهمية ما هي إلا ذريعة لإلغاء الصفقة التي يراها ماسك الآن مبالغا فيها أو حتى هي محاولة لتقليل قيمتها خاصة مع الانخفاض الحاد لسعر سوق أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأشهر الماضية التكهنات مختلفة قضية يمكن أن تتضح معالمها تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع معركة قضائية تلوح في الأفق لكن الأكيد أن القصة أكبر من مجرد كونها حسابات وهمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة الصفقة التي طال انتظارها ولم يصفق إليها إيلون ماسك معنا هنا في السوديو الأكاديمي والمستشار في إدارة العمار الرقمية دكتور أنس نجداوي دكتور أنس صباح الخير وأطحم بارك أهلا وسهلا فيك معنا دكتور أنس يعني شو السر بهالموضوع إيلون ماسك قدر يطلع صواريخ للفضاء وسبايس أكس بس ما قدر يحط أكس على الحسابات الوهمية صباح الخير طبعا بلا شك ممكن تقنيا فعليا أنه يتم عملية السيطرة على هذه الحسابات الوهمية بلا شك في كثير من الأدوات والتولز اللي ممكن تخلينا نكتشف ونعدهم لكن أتوقع أنه إيلون ماسك بيحاول هو كان يناور في يعني يعمل نوع من النيجوشياشنز يعني المفاوضات بحيث أنه ينزل السعر أنا أرى ذلك يعني يعني مش السبب الحقيقي لحسابات الوهمية برأيك يعني هي نوع من أنواع الضغوط الكل بيعرف أن السوشيال ميديا فيها بوتس وفيها كثير من الفيك يوزرز معروف هذا الإشي لكن موضوع أنه كشف البيانات وكشف التقارير اللي فعلا تؤكد عدد هذه البوتس ما كان واضح مية بالمية طبعا الشركة تويتر ما فيها تكشف كل وراءها مرة واحدة يعني مش من مصلحتها أصلا تبين أنه عندها كتير نسب عالية كل هذه التكهنات كان من قبل إيلون ماسك أنه النسبة تصل لعشرين في المية طيب برأيك دكتور أنس من الأساس رغبة ماسك هذه الشديدة في شراء تويتر كيف كان سيوظفها تقنيا لخدمته يعني طبعا إيلون ماسك معروف أنه هو ريادي وهو مبتكر هو فعلا يفكر خارج الصندوق كثير من أفكاره كانت تعتبر في البداية غريبة وهذا ما يميز فعلا هو عمل كثير أفكار ناجحة وعنده بصمات واضحة في نجاح مثل هذه الشركات فهو دائما شخص صعب أنك تتوقع كيف يفكر وتوجه نحو السوشيال ميديا هو على فكرة التفكير منطقي يعني إحنا بنتطلع الآن على المستقبل تبعنا كله رح يتوجه نحو الفضاء السيبراني والميتا فيروس وعالم السوشيال ميديا فهو إحنا كنا يعني منتوقع أنه يعمل تطور كبير في شكل وآلية نموذج عمل كنا نستنى زر التعديل كمان يعني صعيح صعيح بس على كل حال أنت قبل الهوة قلت لي أنه الموضوع كتير يحتاج وقت طويل للشرح وكلام طويل وإحنا خصصنا كمان وقت أكثر وتفاصيل أكثر لأنه رح نروح للميس إليك يا للميس لتعطينا أكثر المزيد من المعلومات عن الأخذ والرد في قضية تويتر والنظرية البديلة ربما نظرية الخدعة إليك يا للميس في نهاية مارس الماضي بلغت قيمة سهم تسلا المحرك الرئيسي لثروة إيلون ماسك أكثر من ألف دولار لكن في أبريل فقدت الشركة حوالي ثلث قيمتها بعد استحواذ ماسك على تويتر وقالق المستثمرون حول إدارة ماسك لوقته واستفيدا من الشركات بعد أربعة أيام فقط من تاريخ الاستحواذ على تويتر باع ماسك جزءا من أسهمه في تسلا لم يكشف عن السبب البيع لكن لاتجاه العام أن ماسك يوفر الأموال لإغلاق صفقة تويتر أما الآن وبعد أعلن ماسك إلغاء صفقة استحواذه رسميا بسبب الحسابات الوهمية ظهرت آراء أخرى تحلل المشهد النظرية تقول أن صفقة شراء تويتر في الأساس ما هي إلا وسيلة لبيع أسهم تسلا الخطة هي تأمين حصول على 8.5 مليار دولار من وراء بيع أسهم تسلا وبعد إلغاء اتفاقه مع تويتر يدفع ماسك الشرط الجزائي البال قيمته مليار دولار عملية لا يزال هو الرابح الأكبر فيها على كل حال تزاد الشكوك حول نوايا ماسك فالحسابات الوهمية كانت موجودة بالفعل قبل شراء تويتر والتساؤل الأساسي هل خدع ماسك العالم وتويتر بصفقة وهمية؟ طب خليني أنا أسأل السؤال الختمت فيه لاميس هل فعلا خدع إلون ماسك العالم وتويتر بهذه الصفقة الوهمية؟ أنا أتوقع أنه ليس قصده يخدع لكن أنا برأيي أنه تردد يعني بعد ما أعطى هذا المبلغ العالي السعر الذي طرحه مقابل شراء تويتر كثير عالي تويتر لا تسوى 44 مليار فهو بعدين تندم طب يعني بهاي الحالة كيف بده يكون تأثير إلغاء هاي الصفقة على تويتر وإدارة تويتر بشكل عام؟ لأنه كان يكون هو المدير المحتمل وعلى ماسك نفسه؟ أنا بقول أنه فعلا هلأ العالم كله بمر بأزمات اقتصادية ورح يكون تأثير سلبي صراحة على الطرفين يعني قطاعات كثيرة عم تخسر وتويتر أصلا كانت عم بتعاني قبل أنه ماسك وبالتالي الآن مع هاي الصفقة ممكن يشككوا الناس في مدى قدرة تويتر على النمو والازدهار في السنوات المقبلة وبالتالي ممكن فعلا إيش ترجع تنزل أسهم مرة ثانية طب ليه عم تحكي على هذا الموضوع مسألة نمو والازدهار يعني هل كان تويتر يحتاج لإيلون ماسك لكي يزدهر ويمو؟ إيلون كان عم بيخسر عم بيخسر عم بيخسر عم بيخسر عفواً تويتر كان عم بيخسر كثير من المستخدمين الناس ما عم بتغرد حتى فيه ناس كتير يعني كانوا أكتف عم بتوجهوا نحو السوشيال الميديا البديلة اللي هي زي التيك توك عم بتحولوا نحو منصات تانية والتالي تويتر رسمي يعني كتير مش عم بيطور أشياء جديدة كتير متحفظ وهذا طبعا مش كويس بجانب النمو والاستثمارات يعني لأن الناس اللي تستثمر في تويتر بدهم يشوفوا أنه هذه المنصة عم تكبر عم بيزيد عدد الأشخاص الموجودين وإذا عم بتقل هذا بدل إلى إيش توجهات سمبية في ناس كتير رواتبهم كتير عالية في تويتر في المجلس الإدارة وهذا كان أثار الشبهات أنه يعني شو القصة يعني ليش كل هاي الأمور هل في أشخاص بيحركوا تويتر لمصدحتهم الشخصية عوضا عن التطويرات المستقبلية والاستثمار في التقنيات والخدمات جديدة يعني على كل حال نحن سندخل في معضلة ماذا بعد فشل هذه الصفقة شكرا جزيلا لك دكتور أناس نجداوي في إدارة أعمال الرقمية شكرا لك